هل سوف نتوقف عن الحديث حول ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة هل سوف نتوقف عن الحديث حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضرب المدنيين والكتل السكانية هل هنتوقف عن كنا مصر القاهرة كنا هنا مش كنا يعني زمان كوننا يعني مصر القاهرة عاصمة القرار العربي طب هو مصر عاصمة القرار فعلا أيه منبة العروبة طبعا قاطرة العمل السياسي في المنطقة أكيد حامية العرب والعروبة تاريخيا وحتى هذه اللحظة أيوة وزي ما قلت لك من اللحظة الأولى فخامة الرئيس يتلقى الاتصالات قادة أوروبا الأمريكان المنطقة دخلاء المنطقة غير دخلاء المنطقة الكل يتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ليه؟ بمنتهى البساطة علشان يشوفوا إيه اللي هيتعمل والنهاردة على سبيل المثال تلقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصال هاتفي من أنتونيو جوترش سكرتير عام الأمم المتحدة الاتصال بطبيعة الحال وبالمؤكد تناول التباح وتحاول التطورات للأزم الراهنة مبين هلينا في فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدورة في قطاع غزة المدنيين العزل الأطفال الستات بيتقتلوا في غزة قصف مستمر حتى اللحظة حصل بالفعل توافق ما بين فخامة الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة بخصوص هذه الأزمة وما تمثله من خطورة داهمة على السلم والأمن في المنطقة لازم توافق الرئيس مع السكرتير العام على لزوم وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية من مختلف الجبهات ونمر واحد حماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية لازم 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 تتم إتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء هذا الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عملية السلام فخامة الرئيس السيسي أكد على ضرورة العمل بمنتهى الجدية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية إحنا ما بنطلبش حاجة بعيدا عن قرارات الشرعية الدولية واللي صدرت في الشأن ده موصلة مصر جهدها المستمرة الحثيثة النبيلة النزيهة الواضحة لتوفير الدعم لأي خطوات مستقبلية في هذا الصدد كمان هناك دور شديد الأهمية الأمم المتحدة لازم تلعبه في التنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لازم الكل يساهم في ذلك لازم الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة يساهموا في هذا المصار لا غنى عن هذا المصار لتحقيق السلام لا غنى عن هذا المصار لتحقيق أمن حقيقي مستدام في الشرق الأوسط حل الدولتين القس الشرقية عاصمة فلسطين وحلا نهائيا